السلام عليكم و مرحبا بكم في فيديو جديد على القناة هذا سيد تاجر كبير في البلاد ما عندوش غير محال تجاري واحد او لو اجوش في الثلاثة عندو بزاف ذي المحالات تجارية و عندو واحد ديبو كبير كي يتعامل بي مع المدينة كاملة يعني هو الكي ليفري السلعة لصحاب المحالات دول المدينة كاملة و كل الشيكي عرفو و كل الشيكي حتارمو و عندو ولادو ولكن حتى واحد منهم متبع تجارة ديبوه واحد خرج مهنديس و واحد طبيب و واحدة استادة و كان راجل من زيان كي خرج الزاكرة للاموال ديالو كي عاون فقارة في الايد الكبير كي أعطي للناس اللي ما عندهمش و في الرمضان كي يجري كي عاون محتاجين و كي ألو و إلعنش واحد مناسبة معينة كي عاونه بش مكان هات سيدة غادي نقول لي الحاج ساكن غير هو المرض ديالو في الدار الولاد كل واحد فينا هو لأنه كل واحد من أولادو دار حياة خاصة هالحاج كان شروا واحد دار آخر من غير ذلك الدار اللي ساكن فيها و ما بعيداش بزيف على السكنة ديالو و ربما كيمشي لها بش يبدل الروتين ديالو هالدار اللي شرية جديدة عندو تحسم منها واحد القاراج هال القاراج والدار استاغل لهم لأنه شارية غير زيدة و هو عندو فين يسكن يبدأ كعمرها بسلعة و يخزن فيها رجعها بحال شي مخزن ديال السلعة ديالو واحد نهار مراتو اللي يعيش مع الحاج والفات اللي يطبع ديالو من اللي كي صلي العشاق كي يجي للدار وباكي خرش حتى الصباح هاد نهار الحاج مجيش داز العشاق داز تشحل من ساعة من وراه السيد ما زال مجي للدار ولكن الحاج راجل كبير ما عندو فين يمشي و الشي بيع و شرية هذه اللي يبقى مع الطلب فيها ولجعت و شي سلعة لغفلة قالت المراتو اللي غيب حجرتو معه وبقعت كالتسنة و وصلت تقريبا الوحدة و مصدير الليل المرات قالت الحاج تعطل بزاف و خاصة نقلب عليه ضقت على واحدة تجارة ديالها و طالبت منها ان تمشي معها للدار الاخرى اللي مبعدش بزاف على هذه السكنة هما فين ساكنين و قالت لها عفاكي لما يلا معي غير نشوف الحاج و اشكي في هذه الدار او ليلة لانه تعطل بزاف و هذه ماشي من طبائعه المهم مشاهدت هذه المرات مع هذه المرات الحاج نشوف هذه الدار هذه الدار جديدة كما قلنا فيها غاراج و احدها الباب الذي يطلع على الدار الغاراج لقاهه مسدود و الباب للدار لقاهه محلول غير مردود يعني غير قرب يتسد و بقي محلول يعني قالوا معروسهم الحاج سيكون هنا طلعت هذه المرات الحاج مع هذه المرات الاخرى طلعوا لقاه هذا الباب للشقة مسدود يعني الباب للدار الرئيسي للزنقة محلول و الباب للبرتما مسدود ضقه و يدقه و يعود يدقه و هو له لا مجيب و يعود يدقه و لا يجب هذه المرات الحاج و هذه الجارة التي معها تشوه و شوه بزاف و قالوا خاصة هذا الباب خاصة نهرسه باش نعرفه اشنو كين هو مبلجوا معيالات اشداره باش نعرفه باش نعرفه باش نعرفه و طلبوه قالوا لي اودي الحاجره و جئنا نقلبه عليه في هذا الدار لقينا الباب للزنقة محلول و عندما اخرجنا البرتما لقينا الباب مسدود ضقه نحت عينه و لكن لا يجوبنا امشى مع امام السيد طلعوا الدار و ضقوا على البرتما و قالوا السيد لا يجوكش ضقوا ثانية هواية و لا يجوكش و يدقوا لي المرات الحاج شوف سيدي انا مرات الحاج و انا مولا الدار هرس لي هذا الباب باش نشوف ما هو واقع تماما فعلا نيس السيد بدأ يهرس هذا الباب طاف طاف بقى معه تهرسه من الذي يهرس هذا الباب دخلوا بهم كاملين من الذي يدخلوا كي يكتشفوا الحاج مرمية الماء و مطعون عدة طعانات و ملوا واحد الماء في وسط غرق في الدم و انقعوا قداموا واحد الكراطن دو السلاغ الكراطن دو السلاغ باينة كان غيديهم لانهما معزولين للصف الكراطن الصف الكراطن ها هو محطوط و هادو مجبوذين من هذا الصف و محطوطين تماما و قداموا واحد طابلة حضارة صفين طايحة حاجة جدا هامدة كان واحد طابلة فوق منها واحد واحد استيلو و واحد فاكتورة مرات الحاج بقى تغوط مسكينة و تنتف شعرها و تديرها فضايحة تماما و كيف كان المسخوط و كيف تعدى عليك و كيف يريد المهم السيدة دخلت في حالة من اللي شايفت راجلها في هذه الحالة بلغوا البوليس البوليس اللي جاءوا على الفور تماما من اللي دخلوا يجبروا الباب مهرس و وجودة الحاجة أول حاجة البوليس سوئوا عليها هي كيف كان هرس الباب قلت لي و مرة الحاجة انا لي هرسته أنا من اللي جيت تشوش على الراجل هنا بزاف جبت معيها السيدة جارنا و طلبت منه انه يهرس لي الباب باش نشوف اشنوا واقع هنا لان انا لقيت الباب الزنقة محلول و الباب بارتما مسدود و طلبت منها السيد هذا يهرس لي الباب باش نشوف اشنوا واقع مزيان سوئوا لهم البوليس قاسش حاجة هنا في مصرح الجريمة قالوا لي امتوا واحد ما قاسش حاجة غير اناية يعني مراته قاسش الحاجة بعد تحرك فيه وهي الحاجة وهي الحاجة لان شاهدوا في هذه المنظر يكون في عوانها مسكينة هذا مكان البوليس بدأوا الخدمة لهم رفعوا البصامات على المكان المصرح الجريمة كاملة يعني شافوا اي حاجة ياخدوها تقدر توصرهم لهذا القاتل او القاتل لهذا الحاجة يلقوا في الناية هذه الكراطن اللي قالنا انه منزلين الصف ذلك الكراطن واشتريやって البوليس بدأوا الأفضل الكارطون الفلانية ثم منذها ل القد قبل الكارطون الفلانية 9 قد قبل قبل المهم هذو الكراطن هم المحتوطين ومقيدين في الفاكتورة والرأس ديال الفاكتورة مقيد في واحد الاسم اللي هو عالي شكو ناود عالي هذا؟ نورمال موات السيد لسميته عالي اللي غيكون شريهة السلعة خاصه يكون الدى السلعة دياله ودى الفاكتورة دياله علاش باقين هنا يا؟ المهم الناس دول تشخيص القضائي ومسرح الجريمة خذوا البصامات وخذوا اي حاجة غتفيدهم من المسرح الجريمة وهزوا الجدة ديال الحاج لمستودع الاموات والبوليس سيبدأ البحث دياله والتحريات دياله في الجريمة ديال القتل ديال الحاج هذا وأول نقطة سنطلقه من البوليس هي مرات الحاج سنعيطه لها وديره معها التحقيق والاستنطاق هي اللولة سؤولوا هالبوليس واش عمر الحاج كان مجوج عليك واش كان وقع شئ صداع بينك وبينه افتارتنا كان السيد بغيت زواج وانتيا حبستيه او شي حاجة عنده مشاكل معك عنده شئ صداع معك قتلهم هذ المرة لا أبدا الحاج عيشها ماش حال من عام هذي كبرنا وليداتنا وقرينوها هم وكل واحد خدم ودار مستقباله مع مروق عليها ماشي نزاع وانتيا اصداع حاج كان راجل مزيان راجل متاق لله والله ياخد الحق في السيد هذي اللي سدع ليه وقتله هذي طريقة هذي أعيطوا على أولادتهم حقهم معهم سولهم على أبواهم سولهم من أشياء مشاكل مع أمهم ولا شي حاجة او لش حاجة يعرفوا عليه عنده نزاع ماشي واحد فيهم المهم هنا البوليس ما وصلوا حاجة ولادهم ما عندهم حاجة علاقة بحالهم بحل المرضياله هنا البوليس انتقلوا للمرحلة الأخرى من البحث البوليس بدأوا يقلبوا على هذا العالي الذي كان في الفاكتورة الذي يلقاه في الدار الحاجة التي تقتل فيها الأن ما هو هذا العالي؟ أول شي اولي نريد ان dividing businesses أو تكتباري من وصله بحال بحال الحاجة وكيف يتعامل معه في السلحة البوليس صلوهم على المحل لهذا العالي ومين كان هذا الداري الخدامة نعتهم المحل له كان هناك حومة بعيدة على الحومة التي ساكن فيها ومشاوله البوليس فعلا نيت وشدوه وجابوه الاب بيجي صلوه البوليس واش انت هو وعالي قال لي اياه سيدي انا وعالي واش عندك محل تجاري تايه قال لي اياه عندي محل كان بيعون شريفه في المواد الغذائية قال لي واش خبارك هالحاجة اشنوق عليه قال لي اياه خباري واني جيت عزيز مراته وحضرت المراسيم الدفن قال لي مزيان قال لي اياه اشتك التعامل مع الحاجة قال لي اياه سيدي كانت تعامل معه ابحالي بحال شحال من واحد كانت تعامل معه هو الذي يزودني بسلعه دي اللي كان عمر في هذا المحل كانت تعامل معه شحال من عام هذا هنا السيد تابت في حضره ديالو عندما يخرج وما يدخل يبقى وكي حقه معه ويسولوا شيء اسئلة لا ربما انه يتفاعفه او لا او يتلف باش يعرفوا ما هو مول فعله او لا يعني تعبس there normal معل حتى شيء حاجه ماشية للهيه هنا قال ليهم هذا السيد هذا اسم ديالو علي قال لي مره مشيئن بوحده اسم ديالو علي لكني لم يحال من علي كانت تعامل معه معه هذا الحاجة هذا وش حال من واحد من التجار يتعامل معه معه مش غير بوحده يعنيちゃんم سوى هنا البوليس بحقوا يسولوا وقاعدوا كل الناس اللي كانت تتعامل معه معه العاجة في البيع الشره المهم البوليس ضربوا تماره فهذا التحقيق مع الناس كاملين الذين كانوا يتعامل معهم هذا الحاجه لأنهم كثيرين بزاف ذو المدينة كاملة ولكن هذا هو البحث للبوليس ما عندهم يديره الموهي بقوا كي يسولوا يسولوا حتى طاحوا له واحد السيد قال واحد معلومة الله بيجي اليوم أنا شفت الحاجة آخر مرة في الليل الليلة دي القتل ديالوغ مع واحد السيد هذا السيد اسم ديالوه عالي وعنده واحد محال في واحد الحومة الفلان فلانية وكناعت لهم هذا العالي اللي يمشأوا للنوب الأولى والبوليس ما مقدر يبصل معاها تشي حاجة لأنه كان ثابت الهضرق ديالو قال لهم هذا العالي هو آخر واحد بقى معاه هو اللي يسد معاه المخزن ديالو بالليام آه مشيت وخليتهم جوج بيهم لقيت الحاجة كي يسد المحل ديالو والآخر كان معاه قالوا لي البوليس واش تعرف على هذا العالي اللي شفتيه قال لي ما الله يودين عارفوه موهم جابوا البوليس هذا السيد هذا وجابوا الاب بيجي وعيطوا لهذا العالي اللي هضرق معاه النوب الأولى من اللي يواجهوهم قال لي هو هذا السيدي وهذا اللي كان معاه آخر واحد ورقيت الحاج كي يسد المحل ديالو وهذا كان معاه وانا مشيت وخليتهم هنا يا طلقوا هذا السيد الشاهد مشاف حالاته وشدوا هذا العالي باش يحقوا معاه من مده وجديد قالوا لي البوليس السيد شافك تآخر واحد كنتي مع الحاج وقال أديله ضدك اسمي ذا الفكتورة كينتع ليها يعني كل شيء الحويج ضدك لهذا بلا ما تبقى تطوعين في الطريق لأننا نحن إلى بحثنا سنطوله غير الطريق وإنما سنوصله لك سنوصله لك غير سهل على رأسك واعترفه وقول لنا الحقيقة الإنسان كان بك غلط والحاجة راجل كبير يعني كان مكتاب لي أنه يموت بذلك الطريقة انت ربما غلطتي غير قول لنا كيف اجدرتي لها والحكم سيتخفف لك بينما إلينا وصلنا لك بالأدلة البراهين وزيّرناك ستأخذ الحكم قاسي بزاف هنا السيد شاف أنه سيتخفف عليه إلى التعرف من تلقاء نفسه هو يقول لهم أنا ما كنتش ناوي أنني نقتله هنا البوليس قالوا لهم زيان علموا النياب العامة لأنه منقوا الفاعل الأصلي للجريمة لذلك الحاجة للقتل وبدأوا معها التحقيق كيف اجدر هذه الجريمة قبل ما نقولوا كيف اجدر هذه الجريمة خاصة نعرفوا كيف كنا ودعا لي هذا ونعرفوا القصة دياله هو الأول الرجع اللور بزاف الرجع أموم اللي كانت حاملة به واحد اللي بنت في العمر دياله تقايا من 22 عام حملت واحد الحمل اللي هو غير شرعي يعني خارج مؤسسة الزواج من اللي حملت خافت من ضارم وهربت عند من هربات؟ هربات عند الخالة ديالها من اللي مشيت عند خالتها قلت لي أعافى كيف حال رأى والدية لك تشفوني حاملة من غير زواج رأى قتلوني خالتها مسكينة قبلات عليها قلت لاتت ولدي وسيري في حالاتك والولد والبنت سأشوفه كيف نديره لي أبقعت حاملة اليوم غدا قربت تولد هذه خالتها كانت تعرف واحد الناس واحد الناس اللي باسة اللي كانت مشيتخدم معهم مرة مرة وكيدوروا معها هذو كل الناس كما قلنا لها باسة اللي هم السيد عندهم حالة تجارية ومراته ولكن ما كيولدوش يعني ما حال من عام هم مجوجين وما كيولدوش من اللي شافتهم هذه الخالة للك البنت اللي حاملة انهم ما كيولدوش قتل عليهم الفكرة قلت لي هم رأى واحد بنت غتي حاملة مزوجة مواله حاملة وبغت تخلص من هذا الولد لماذا لا تأخذوه ثومية أو تربيوه عجباتهم الفكرة وابغاوا يأخذوا هذا البنت وللولد اللي سيتأخذ هذه الدرية بنت خذ هذه الخدامة اللي لهم قالوا لا صعب يجيب علينا جابت البنت عندهم وبقعت تولدات في الدار من اللي ولدات عندهم هذه البنت في الدار خذوا الولد اللي هو عالي هذا من اللي يخذوه دوره مع دوره مع خالته ومشوف حاليتهم يعني هنا السيدات خلصات من جانين الفائل النيس وغطة ترجع لدارهم هذا العالي أبقى مع هذك الناس مربينه يعني يولى ولدهم يعني ولدهم بالصح داروا لي العقيقة وداروا لي قطاقة لديهم والدين وفائل النيس لأنه تولد عندهم في الدار هنا يدازت 4 سنين يعني عالي ولدات في عمره وربع سنين هذك الناس اللي مربينه ناضي ولده يعني هذك المرهة ولدات ولدات وحد الولد من وراها ولدات ولد اخر من وراها ولدات ولد اخر يعني ولده ثلاثة يعني جوج ولاد واحد البنت لدي ولدات يعني الإنسان كون غير يصبر واحد شوية ما يزربش يعني المشفقة دي الله وصافر هو اللي يعرف امسا غير رصقك بالولد المهمة ذك عالي أبقى أبقى مربين هذك الناس على أساس ولدهم وهذك خوتهم اليوم غدال يوم غدال العام الأول العام الثاني عايش مزيان عايش باخير مع هذك الناس هذك بوهب التبني كانوا عندهم محالات تجارية محالات دول بيع الشغل عندهم بزاف ولباس لي السيد من اللي عالي وصل لعشرين عام واخوته اللي من وراها تقريبا عندهم مستاشر عام اللي من وراها اللي من وراها اللي من وراها يعني من اللي وصلت السن هذك الابدي اللي بتبني لمربيه اللي أولا مرض جاتوا أحد المرض خيبة بزاف ونعسف السبيطار وهو الناس خاف أن هذك عالي يضيع في الحق دياله سيغته أنه رب عليه الكبد واخه ما موله ومواله كان محلفي وكل شيء وخاف أنه يموت وهذا عالي هذا ما يأخذ والو من الورد يضيعو أخوته وتضيعو مراته فعلا يتوسط على واحد الحانوت يأخذوا هواية جاب الله أنه السيد لم يمات نارض من هذك المرضى ورجع صحيح كان مكان ولكن كتشفوا حد القادية في هذك المرضى ما حملوه ما قبلوه أنه ما يعطيوش حاجة لهذا عالي هذا وعرف بأن هذا عالي إذا جاب الله هو يمات هذا عالي غادي خرج الزائره ما غايا يأخذ حتيش حاجة وغادي طردوه الشارع أش دار هذا السيد هذا فرق على أولاده محالات أعطى لعالي واحد محل تجاري كتبوا لي اسميته أولاده الآخرين هذا محل هذا محل هذا محل صافد بعالي ولا عنده محل تجاري خاص به وعمر لي السلع ولا أخذ دام على رأسه ولا أخذ دام هذا محل من عام هذا السيد بوهب تبني فعلا نيتمات مو الأمانة دا أمانته عائلة تقسموا الورث أخوته أمراته ولكن عالي مولد وارو معهم لأنه ماشي ولدهم عندهم ما يثبت أنه ماشي ولدهم ولكن مقاف رأس ما له هذا المحل اللي كاتب لي بوهب تبني السيد دار تجارة فيه والأمور دياله غادي يمزيان وغادي يوف تجارة دياله أحسن من خوته يعني السيد عنده قدام الرباح لما يقوله تجارة دياله مزاهرة بالصح هل يصبح من التجار المعروفين في المدينة ولا يتعامل مع تجار كبارين يأخذ منهم السلعة ويأخذ منهم قدمة بضمانة أو بلا ضمانة يعطيه الكريدي يعني معروف السيد ولكن عنده المحل تجاري والتجارة دياله غادي يمزيان والسيد اللي باسع له دار تفيد الفلوس دار الطمويل دار الدار دار أي حاجة يعني السيد اللي باسع خير عيش مع راسه حتى الوحد النهار سيتعرف على السيد هذا السيد عنده محل كبير للتجارة ولكنه ليس يبيع التجارة بحاله إنما يبيع لك الحويج المستعملة الذي يأتي على برا ويعود فيهم البيع الحويج البال الحويج البالية هذا السيد كان عنده مجازة كبيرة هو الذي يفرق على المغرب كامل البال يعني السيد اللي باسع له وغاني بزاف على مجازه وفي حمل مليون سلعة ولكنه هذا عالي ما يتعرف على مولاها لأن مولاها رجل كبير وعرف ما يدير ومغديش بدر الفلوس وإنما غدي تعرف على ولده ولده مول هذه المجازة لحويج المستعملة لكبير عشرين وراس ماله صحيح هذا ما يعلم ما يولده تجارة من صغره لأنه لما يعلمت ولدك تجارة من الصغر يصعب عليك الحال أنك تعلمه ملك يكبر استيقظوا أنه يعيش حياة الدلال ودل ودل تصاره شوية ما يبقى قادر أنه يخدام ونطبكرية ومشي يتعامل مع التجار ويجب السلعة ويتحاسب ويكون ملف على أي حاجة يلقىها موجودة يقول لنا أنه يخدم الولد لصافره ويجب السلعة وأي حاجة يريد ماذا كان هذا السيد ولده كان يدصره كثيرا ومفشوق ومعلمه تجارة من صغره خلته أكبر الذي يبدأ ينصح فيه ويري عقله المهم العالي تعرف على الولد شوف علمه كيف تعرف عليه المهم يأتي عنده المحال والأخر يأتي عنده المحال تعرفوا مع بعضيتهم هذا الولد ليس للمحال الحويج كان أحد إنسان ومعكس ومبلي بجميع البليات التي يكطح لك لبالك يشرب يكمل حشيش يدير الغبرة يدير أي حاجة خيبة يديرها السيد لا تضع شيئا المهم يريح معه اليوم غدا يريح معه في القحاوي يمشي معه هذا الولد يبقى على عالي يبليح 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 المهم يبليح المحال التجاري العالي سوف يترجع نهر على نهر وشهر على شهر وسوف يترجع لبيع عشرة لأنه يأكل من رأس المال والرباح كما يقوله السيد يضرب كل شيء لكي يلبي الرغبات والنزوات بينما هذا الولد سيكون لديه بواه هو المكلف برأس المال وقدام شغله وهو أصلا يأخذ غير من بواه يبليح يبليح المهم يبليح أما عالي لم يكن لديه واحد الذي سيعطيه فورني الذي كان يعمل من المساعدة أراه لأنه السيد كان يبليح عالي يبقى في الرجوع والتجارة في الرجوع من بعد أنه يبليح ويبليح أما هذا الولد الآخر فباقي كما هو لأنه كما قلنا هو أصلا يأخذ من بواه ويأخذ ما يأخذ لأنه عنده وليد 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 المهم عالي لا يبقى لقامة براس المال لكي بدأت تجارته من جديد على حساب الأقوال الخدامة هذا عالي يرجى عند الحاج في المحل ويبدأ تلفي قال لي السلام عليكم الحاج الحاج قال لي وعليكم السلام قال لي الحاج هو السيد الذي لديه محل تجاري في محل هنا ونعته قال لي اسم عالي والخدمة وعندي محل تجاري كان أعطيه الوليد بالتبني الوليد كان غير مربيني أنا ماشي وقبل ما يموت كان يكتب لي المحل تجاري في اسم وعمروا لي وجهزوا لي ولكن لا غالب بدأت تجارة أغلط لا أعلم ما نحسب لا أعلم مع التجار تعلمت منه كثيرا لهذا يجبك تعاوني نعمر ونبدأ التجارة ونعرف الكرام والدار الأخلاق وأي واحد يقصدك تلبيها لي لأنك تم عروف وراج المزيان وأنا أقصدتك والمقصود الله هنا الحاجة كما قلنا هو راج المزيان وراج الكريم وكان يريد أن يتعاون الناس المحتاجين وليم لا يوجد وليم مشاكل أريد أن يتعاون في تبيله وكان يتعاون أتعاون المحل خوي لا يوجد أي شيئا ما يتعاون هنا أقبط كل فاكتوري وبدأ أعمر له قدر القديل السلعة قدر القديل هذه قدر القديل هذه المهم جميع السلعة التي تحتاج المحل أعمرها له أعاون له من أزيرو المحل كان خوي أو أعمر يعني أعمر مع الخدمة الصح أعمر مع الخدمة وكذلك أعاونه من جديد أعالي هنا أرجعت في الروح أو تاجر من مدة وجديد ويبدأ تجارته وقال لي بالنسبة لأقصاط هذا أرجع لي على خاطرك يعني بالتقصية المميل أعلم تجارة خاصة الصبر ومهما ذلك أرجع لي بشوية بشوية تتكمل لي فلوسي هنا الحاجة يتعامل مع العالي وعالي يشكر ذلك الحاجة وقال لي الله يرحم منك الوالدين وخيرك مع مرنساه وقال لي هذه الأقصاد يرجع لي بشوية 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 بمدار التجارة وهنا يبقى العلاقة ما بين الحاجة وعالي يتعامل معه بشوية بشوية المهم قاتل المعاملة التجارية بلدرجة من يجعل خير للحاجة ويخرج ذلك أو يعطي له هذا عالي لأنه يكون يتيم ويالله بادي فتجارة خاصا عاونه المهم هذا العالي تكبر وقف على الرجلي ويجعله من مدى جديد هذا العالم الذي يقف على الرجلي تفكر على بلديه والذي كانت بلابياغ مع ذلك الأول الذي كان مصاحب معه وهي القمر أو مرة مرة يسلت ويمشي القهوة للقمر ويعمر وراقات ويعمر نوع يمرت ويقول نهار سيربح ومنها سيرجع الحاجة ويقول بخير وهي ما يعيش في الأحلام هذه القمارة هم في الأحلام الوردية واحد نهار سيضر الربح واحد نهار سيضر الربح وشي رباح مكين المهم اليوم غدا سيضر سيضر تطب في رأس المال أو يبقى عنده حتى شيء لأنه كان تبلغ مع هذا السيض بالشرب والمخدرات والقمر ويرجع هذا العالي من يجب ما يجب من يجب أو يشرب ويقمر ويقوم ويقوم ويقول مع رأسه واحد نهار من يجب من وراء القمر لا يستفيد من الدرس لأنه يطب فراس المال ويعاون هذا الشيء ويبدأ من مده جديد هنا الحياة تعطيته فرصة آخر ويبدأ من جديد ولكنه مستوعبه أخرج 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 إلى البلية التي كانت تعلمها من السيض الشراب والقمر والحشيش والصحير أخرج أخرج ويقوم أخرج أو يأتي تقريبا يوميا تقريبا يوميا ويجب معه ويجب 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 كان يحضر المحل ماذا يجد كان يتجد نية مبيئة إلى الناس كان يجب كان يضع معه ويلاحظ ماذا يفعل يفعل ماذا يخدام ما يشيئ يجمع يجمع المداخل المخارج مالي جميع فهو يجمع يجمع ويُعجب ويقوم أيضا ويأتي عس سيكون هذه الباركة الفلوس التي ستكون كبيرة كثيرا نجل نهار الأول كيف يجمع الحاجة هذا النهار لا يكفي لا يكفي المرة الثانية لا يكفي المرة الثالثة قليلا المرة الرابعة من اللي جريح معه ويجمع الفلوس قدامه ويجمع المبلغ كبير كثيرا قال هذه الضربة البوليس كتشفوا أن هذا عائل كانت الدونية مبينة تقبل لأنه داروا للقتل العمد مع سبق الإسرار والترصد لماذا ترصد؟ لأن هذا عالي الذي كان يتحدث لي قال لي أن أطلبت من الحاجة واحد السلعة التي كانت في الدار وليس في المخزن ويبيع الناس هذه السلعة لم يكن في المخزن ويوجد في الدار وفي الدار جديد الذي في القارج ومستغنى عليه ويقوم بإمكانه تقسل فيه قالوا البوليس لا يمكن أن تكون عارفة هذه السلعة لم يكن في المحل ويوجد في الدار جديد يعني السيد مترصد لي وعارف السلعة وعارف الأقسام لهذا الذي كان هنا مزيان قال لي مفعلا نيس أنا هذا النار جئت عنده دخلنا المحل المحل الأول لقيته من وراء ممشى الخدامة ريحت معه بل يجمع حساب وفاكتورات يجب من المجارسة ويجب من المجارسة ويجب من المال تقريبا فيه كثير من 10 مليون دار في جيبو وخرج معه لم يكن من أرى 10 مليون قالت هذه الضربة للي هذا هو النهار الرابع الذي يجب له هذا السيد يجب عنده ويجب معه والأخر ناولي وحدة نية خيبة لم يكن من أرى وضربة تحت من النق قال لي قال لي يجب عليك بخير لن أريد سلعة ويجب علي ما قال لي السلعة 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 هنا دار وهي السيد ومعه لا يتعطم الحال ومعه خلقه قال لي يجب علي ظل العشا ونجمع كم من ناول ونظر لدار الان ومن اطلقه على جهة ووحكي حاجة بالجهة من المل ونجمع ونجمع معه وانضر معه ونحن يعطيها ونحن وعلي عندما يتلقى الحاجة مع علي يمشى معه للدار هذا الدار يضع فيه السلعة يمشى معه تماما يحل الحاجة بالساروس عندما يدخل هذا عالي مطاور يمجد كل شيء يعني السيد متبت راسه الآخر يحل الباب يخرج الآخر يتبعه ولم يقع في الباب لا يقع في يده ويسده لأنه لا يجعل البصامات هذا الشيء لكي تلقى الحاجة بالباب محلول يجعل البطنق يجعل البطنق ويجعل البطنق ويجعل البطنق الآخر يتبعه قبل أن يقع في الباب لأن السيد كان مستعد من البصامات لا يجعلهم لي مصرح الجريمة ويجعله أحد الموس لكي ينفذ الجريمة المهم أن يدخله يجعله أن يجعل الكارتونة وهذه الكارتونة هنا يجعله يجعل الطابلق ويجعل فكتورة ويجعل الجريمة من سلعة أحد ثلاثة كما قلنا ويجعل الكارتون يجعل الكارتون ويجعل الكارتونة ثلاثة من هذه يجعله يطمئ كما قلنا واحد اللحظة غفل الحجم يكتب على الطابلة في الفاكتورات ويجبد الموسى منحه ويجبه اللور ويجب من وراها غفله وبقى يطعن فيه ويطعن فيه ويقول في المحضر أنه يقلب على الدربات القاتلة جهة القلب جهة العنق شي بلاصة اللي في الموت يعني هو السيد باقي يقتل السيد لكي يدلي فلوسه وبقى كيطعن فيه كيطعن فيه حتى قتله ويجبه رجع الموسى لجيبه قلب وحيد لها الفلوسه كامل اضربه في جيبه ومسحة أي حاجة تقدر تخليه وراها شي دليل ومشى الباب للشقة ويجبد كمه على ايده يعني مطوره باش مخليش البصامات وجر الباب وراها وهو دعوه ثاني وبالما يقيس الباب للزنقة خرج منه وماردوش وراها يعني ما سدوش هاتش كما قولنا القاوة الباب للزنقة محلول ولكن انسوح القالية انسى ان الكراطن من اللي كان يحبط فيهم على البصامات ديالوب قاو عليهم البوليس من بعد لقيهم البصامات ديالوب على الكراطن يعني هادي عالي هذا وخم يعطى عرش الرصب كانوا غادي يجيبوه بدك البصامات لان البصامات مناطقوه وقالوه هل بصامات عالي تفلاني فلاني وهو ديالوب بوحده هاد مسخوت والدين ديال العالي ملاقصة له حاجه هاده يمشى المحل لهم و ادهتك فلوس لجبدهم و يمشى حل المحل لهم كأنه شيئا لم يكن عادي يتصرف يجب حال وبحال الناس و عزف هذا الحاج و حضر القنازة وتاوم الناس اللي يحزنوا على هذا الحاج بزاف وبقى فيهم لأنه الحاج كان كريم و راجل مزيان و يدين الخير وتاوم الناس اللي يبكاء و شكاء وبقى فيهم الحاج مزيان و كان يدلب شهادة الناس يقولهم الله عمار اضار والله ياخد الحق فات السيد هذا حتى كانوا بحال و بحالهم و ملك يسالي يمشي حل المحل لهم عادي بحال التحاجم مكينة المهم كما قلنا البوليس توصلوا به كل بصامات الكراطن لك تأكد الاعترافات هذا المجريم هذا العالي هنا البوليس داروا في هذا العالي و قالوا لي رمكي الله تسهيلات لتخفيف الأول و أخطأ عرفتي هذه غير حضرة لأنك تايا مجريم السيدة عامل فكرة خير و أتلع فيك و عاود عاونك من الأول و أعطاك راس المال صحيح بلا ريال بلا جوج و نتق سلتي أدوي الجزاء الخير السيد عمل فيك الطيقة و عاونك و ما كعرفك موالق ما بينك وبين والق و عاونك من مدى وجديد بحالة ببوك ولكن انت ما فيك خير السيد عاونك و عاطقك و ذلك قيمة وصد الناس وصد تجار و هذا الشيء جزيسي بالقتيلة لكي تأخذ لي هذي الفلوس قالوا لي انت ما تستاهلش التخفيف و غد تأخذ أقصى العقوبات لكي نستليم القانون هذا العالي صاحبوا لي البوليس المحضر له و داروا لي التكييف القانوني دياله و القتل العمد مع صبق الإصرار و الترصد لأنه ما تعرف و البصامات كي تتأكد أنه هو الفاعل و ما معا حتيش الواحد مكان العصابة لا حتيش حاجة هو بواحده لخطط و درس القادية و قتل صاحب داوته و جاب مع السلاح و وجد كل شيء و نضى الخطة دياله من شال المحكامة ما فاتوش في جلسة واحدة حكموا عليه بالمؤباد المؤباد تل الالفين و سبعة اللي رجعوا لي في واحد الاطار ديال عفو مالكي حدوه لي دالوا لي ثلاثين عام و هنا القصة ديالنا سالات و السلام عليكم و رحمة الله و بركاته